موسيقى السلام عليك الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا إمامي يا زين العابدين يا علي لك هربلاء اليوم رح نسوي آش اللي هي سموها شربة الإمام السجاد أو شربة البقوليات رح رويكم البقوليات نماذج من كل نوع من أنواع البقوليات أول شي لازم تعرفوا أن الأساس بالبقوليات هي اللوبيا الحمرة واللوبيا الحمرة كميتها تصير ضعف الكميات الأخرى يعني إذا جبنا كيلو وين لوبيا حمرة فكل البقوليات الأخرى هي على كيلو كيلو وهكذا تتضاعف الأشياء أنا هنا نجاة دارويكم نماذج من عدهن حقيقة الكميات اللهم صلي على محمد والي محمد كبيرة ولذلك ما حبيت أن أرويكم إياها بالكامل وعموما أنا أقسمها إلى أجزاء حتى تسهل علي بالغسل لأن حقيقة أنا واحدة أشتغل في الكميات الكبيرة رفعها وتحريكها صعب مثل ما شفتوا عندي اللوبيا الحمرة، الفاصولية، الحمص، العدس الأحمر، العدس الأخضر، الماش طبعا هذه البقوليات أيضا أنا ويا اللوبيا الحمرة أحط لوبيا بيضة هالمرة مليقيت أيضا عدنا الباقلة أنا سابقا كنت أجيب باقلة يابسة وأنا قحة وفلسة صارت العملية كل الصعبة فقومت أجيب الباقلة المجمدة وهاي أيضا بازاليا مجمدة حتى يبقى لونها أخضر أكيد وعدنا تمن إذا جبنا كيلو وين لوبيا فنجيب وياها كيلو وين تمن يعني تمن بقد اللوبيا أنا بطبيعتي أحط معكرونة وأحط سباكتتي وأحاول قدر الإمكان أنه أوفر السباكتتي اللي تكون سميكة هنا هاي نوعا ما مهم كل السميكة بس هاي كانت المتوفرة عندي أول فقرة أبدي بيها هي غسل البقوليات غسلا جيدا كل الزين هنا ذا أرويكم نموذج من غسل البقوليات داخل البيت لأن الدنيا كلش حارة كانت وعملية أنه أصور بره ويا الحر والحر حقيقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم العرق كان ينقط منعجي فما قدرت أنه أرويكم الكمية كلها من أخسلها بره فلذلك فضلت أنه أصور لكم كمية قليلة أخسلها غسل زيان مثل ما تتشوفون وأنا أقعها بالمي قبل يوم من الطبخ قبل 24 ساعة أنا أقعها بالمي حتى تتفكك الأواصر الضارة اللي موجودة بالبقوليات وبالتالي يسهل عملية أكلها بالشربة وأذب بالمي أكثر من مرة من يطلع الوغف هذا اللي فوقها بالتدريج هنا أنا مثل ما تتشوفون الفقرة الأولى اللي أبدي بها يوم الطبخ هي عملية اللحم والعظام وحمسها بالليا والدهن والبصل أولا أنا ما استخدم أي زيت أجيب كمية من اللحم هي ضعف كمية اللوبيا الحمرة نرجع نقول كمقياس إذا جبنا كيلوين لوبيا حمرة رح أجيب أربع كيلو وات مجموع اللحم والليا سوى كأن أكون أجيب مثلا خمس كيلو وات لحم وكيلو ليا مال خروف وياها أيضا أنا أجيب كميات من الأعظام حتى تنطيمون الذب مي عظم وتدرون مونة مي العظم هذا اللي إذا تشوفوا قدامكم هو دهن هو ليا فأني أحمس اللحم ألجعة وأحمسه بالدهن والبصل لأنه طعم الحمس وريحة الحمس يتوخر الزفرة ويكون طعمها كلش طيب بإلاش هنا أنا مثل ما تشوفون أبدي أسلك البقوليات واحد تلو الآخر حسب الأقوى من عدهم اللي رح أحطه فطبيعي أول شيء أبدي بيه هو الحمص لأن الحمص هو أقوى شيء لمن يكون يابس ومثل ما ده تشوفون من أحطها ده تطلع هاي الوخفة البيضة اللي هي في الحقيقة هي الأواصر اللي انفكت طلعت أو طلعت زفرتها فأبدي أشيلها أرفعها إحنا نقول نقشها وأطلعها وهكذا العفو اللوبيا من أحطها عفو الحمص من أحطها أحطوا إياها الفاصولية لأن الفاصولية أيضا قوية وأخليهم دولة على النار إلى أن ينطبخون بدرجة 3 أربع يعني أشوفهم 90% انطبخوا لمن أبدي أحطهم بالصفرية أو الجدر الكبير هنا أنا بعد أن انطبخ اللحم ونهرز جدا مثل ما ده تشوفون رح أحول إلى القدر الكبير اللي هو بحجم الصفرية بس هذا فافون مصفر وأبدي أهرسة تلاحظون أنا حطت له فلفل أسود عدل طبعا حطت له بصل ثم أحط حقيقة كمية كبيرة من البصل الآن هنا لحقيقة ما كان عندي وقت أنه أصور لكم إياها يعني اللحم من يكون مثلا أربع كيلوات فأني أحط ويا أربع كيلوات بصل أبيض على أحمر البصل رح ينهرس بس رح يطي مونة ويوخر الزفرة مثل ما ده تشوفون بالمصفي أحط اللحم وأبدي أهرسه وأطلع منه العظام الصغيرة والكبيرة حتى هذا من ينهرس شلون بالقيمة ما يصير بي عظم أو فتشي من ينوكي يضايق الناس اللي رح تأكل وهذا أيضا مثل ما ده تشوفون ده ينهرس بالدهن مالته وبالليا مالته ويا الحبوب مال الهيل ويا حبوب الفلفل الأسود اللي خليته نجي إلى الخضرة أغلب الناس ما تحط سلق أنا جدا يهمني السلق أنه أحطه بالعاش لأنه السلق هو عبارة عن سليلوز ومادة خضرة فهذه كل شي تقلل التأثير السيء أو السلبي للبقوليات وتنطي طعم ونكهة وأيضا طبعا هي الناس مع احترامي واعتزازي بهم يتحاجزون لأنه عملية السلق هي عملية متعبة يعني إحنا ناخذ كمية كبيرة من السلق نقص العضود على جهة مثل ما ده تشوفون والورق على جهة أنا أقوم بغسل الورق مال السلق ورقة ورقة والعضود أيضا وبعدين هاي الأطراف مالتها أيضا أقصها أحط كمية من العضود لأنها تطي سليلوز وتطي ماي وأبدي بعدها أثرم فهي كمية العضود القليلة اللي أحطها نسبة إلى الورق وأحط كميات السلق طبعا أحط كميات كبيرة لأنها من تذبل من تبين بس مونتها تبين مثل ما ده تشوفون أنا هنا أنا عندي أكثر من جذر على الطباخ اللي هو عبارة عن لوبية حمرة وحمص وفاصولية مع اختلاف أوقات سلقهم يعني مثلا الحمص رح يخلاص اللوبية بعدها وهكذا الآن بعد أن يصيرون 3-4% إلى 90% طبخ أحطهم فوق اللحم اللي هرسته ودتلاحظون حبات التمن هي مستوية جدا بس بعدها ممهروسة نهاية أحط التمن فوق اللحم قبل أن أحط البقوليات وأهرس أيضا اللحم ويه التمن على مود التمن ياخذ مونت اللحم والبغارات اللي موجودة بيها بعدين أحط الحمص والفاصولية مثل ما تشوفون هاي الحمص والفاصولية اللي قدام موجودات أبجي بهالأثناء بأنه أسلق المواد الأخرى وحدة المواد الأخرى حسب قوتها لأنه هي بعدين رح تكمل سلقها هنا أو تكمل مونتها هنا السبب أنه حتى واحد ياخذ مي الثاني يعني البقوليات من تستوي تشرب مي ونكهة اللحم والدهن والبغارات هاي مثل ما تشوفون السلق عندي هنانا ثرمته وهذا السلق يكون الفقرة الأخيرة الفقرة الأخيرة اللي أحطها هنا أنا وصلت إلى مراحل متقدمة هاي البزالية البزالية أغسلها عدة مرات وأنتيها شكنفورة حتى ما تصير باردة لازم تكون حارة وفايرة من أجي أحطها وحسب قوة البزالية أما بالنسبة للباقلة لأن الباقلة هي فلسة قاطيا فأني بالحقيقة ما أسلكها بس أغسلها بالمي عدة مرات وأنا أقعها فترة بالمي على مدذب أي مواد حافظة بيها وبعدين أصفيها من هذا المي اللي سويت بيها وأخذها وأحطها مباشرة بالجدر أنا دا أقولكم لأنه حقيقة بعض الفقرات ملحقت أنه أصورها كون الدنيا حارة جدا والعمل كان الحمد لله والشكر يعني متسارع ومتعب هذه المواد مثل ما دا تشوفوها بعدها في حين أنا الصفرية ماتي موجودة وبيها مواد ليش؟ لأنه لازم أحسب الوقت بحيث هذه ما تستوي زايد حتى لا تنحل من العوامل اللي تعتبر من نجاح أو من إمكانية جيدة لصنع الآش إنه يتقدم الآش يتقدم مستوي بكل حبوبة لكن كل حبوبة واضحة بي وممهروسة بشكل نهاي هاي مثل ما دا تشوفون اللوبيا أيضا دا بعدها موجودة لأنه أنا حطيت الحمص وحطيت الفاصولي اللي هم أقوى وده أشيل الزفر اللي فوق هنا أنا أقولكم أعتذر ملحقت أصور المراحل الوراها خصوصا أنه الصفرية ما شاء الله انملت والدنيا حارة فيا دوب فوصلت إلى مرحلة التوزيع لما ذكرت أكمل لكم باقي الترصوير طبعا وزعنا في اللينات والحمد لله ما شاء الله ما شاء الله اللهم صلي على محمد والي محمد خير وبركة دا أرويكم مثل ما دا تشوفون مثل ما دا أفتحلكم إياها هي مستوية كل شوابها من شكلها مستوية نكهتها وطعمها رائعة وبنفس الوقت حبوبها دا تشوفوها مبينة والمعكرونة بيها مبينة والسباكتة أيضا دا تلاحظوها ممهروسة هنا أنا أيضا جدورة ودينا طبعا للأصدقاء أو للأهل لأنه هو ثباب واب الإمام السجاد والله يشفي كل من أكل من عنده وينطي الصحة والعافية إن شاء الله دا تشوفون شون سماكتها دا تشوفون المعكرونة اللي بيها دا تشوفون الحبوب الشون عدلة طبعا الريحة والنكهة ما تتخيلوها ما قلكم وصلت للشارع اللهم صلي على محمد والي محمد ما لحقت على الباب من يدوك هنا أنا أريد أقول لكم القاش من ضم أو نقبغة وهو حار نعوف إلى أن هاي الطبقة الفوق دا تشوفوها تيبس أو تجف حتى يبرد حتى ليخمهم لأنبي لحم وتحياتي لكم